في ختام اجتماع استضافته العاصمة الأمريكية واشنطن لمناقشة الأوضاع في ليبيا والسبل التوصل إلى حل سلمي للأزمة هناك أكد المبعوث الأمم الخاص إلى ليبيا عبدالله باثيلي أنه اتفق مع وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية خلال العام الجاري باثيلي قال في سلسلة تغريدات على تويتر أنهم اتفقوا على ضرورة دعم المجتمع الدولي لحل تيسره الأمم المتحدة ويملك زمامه الليبيون أنفسهم لإجراء انتخابات حرة ونزيهة باعتبارها الوسيلة الأمثل لحل الأزمة التي تعانيها ليبيا منذ سنوات المسؤول الأممي أشار إلى أنه اتفق أيضا مع الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة داي بينك على ضرورة إيجاد حلول المشاكل في القرى الإفريقية ومن بينها دعم حل وطني للأزمة في ليبيا بدوره قال وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين أن بلاده تدعم خيارات الشعب الليبي في اختيار قادته مؤكدا العمل مع الأطراف المعنية على إجراء انتخابات ليبية خلال هذا العام ومشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في محاولة تقريب وجهات النظر بين الليبيين وصولا إلى حل نهائي للأزمة هناك ويوم الخميس الماضي استضافت الولايات المتحدة اجتماعا ضم المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باثيلي ومسؤولين معنيين بالشأن الليبي من عدة دول بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا لمناقشة الأزمة الليبية وسبل إجراء انتخابات ليبية في أقرب وقت ترجمة نانسي قنقر